طبق اليوم الإخباري اللي اعتدنا نتقدمه لنا الزميلة مريم سميح أكيد فيه الكتير من التفاصيل زي ما المواند سعادلي قال اتفضلي يا مريم مساء الخير يا أستاذ إبراهيم مساء الخير يا باش مواند سعادلي أنا الحقيقة بعتبر نفسي محظوظاً دي تلت مرة أكون معاكم من خلال الأهل في فردان انت كده هاترك صح؟ نعم الزبط دي تلت مرة بصراحة يعني من حظي الحقيقة أنا أكون مع حضراتكم أكيد رموز أهلوية كبيرة وعظيمة جداً يعني في عالم النادي الأهلي فأكيد ده الحظ لي كل سنة حرارتكم طيبية طبعاً يعني إحنا هنبدأ دلوقتي بنجمنا أو الفرعون المصري محمد صلاح هنبدأ فكرة الأخبار به طبعاً نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح واللي طوج بجائزة أفضل لاعب في ليفر بول في شهر مارس بناء على تصويت الجماهير بعد الأداء الجيدة الذي قدمه اللاعب خلال الشهر الماضي وأكد نادي ليفر بول في بيان رسمي اليوم على أن صلاح حصد جائزة أفضل لاعب بعد أن حصل على أغلبية أصوات الجماهير وتفوقه على كل من الهولندي كودي جاكبو والبرازيلي أليسن بيكر بعد أن قدم صلاح عرضاً جيداً طوال شهر مارس وجعلوا أفضل هداف للفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر داخل ليفر بول للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن حصدها أول مرة في ديسمبر الماضي وشارك صلاح في 42 مباراة مع ليفر بول في جميع المسابقات هذا الموسم سجل خلالهم 24 هدف وصنع 11 ولسا مكملينا مع الدوري الإنجليزي حيث وفقت أندية رابطة الدوري الإنجليزي على إزالة إعلانات شركات القمار الرعية من على قمصانها في أيام المباريات لكن ذلك سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية موسم 2025-2026 وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه بعد مشاورات مكثفة مع الأندية أو بين الأندية العشرين بالدوري الإنجليزي ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة تم اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يجعل بطولة الدوري الإنجليزي أول بطولة في بريطانيا تتخذ قرارا لتقليل إعلانات القمار طوعية وجاء طبعا في بيان أندية الدوري الإنجليزي وفقت بشكل جماعي على سحب شركات القمار من رعاية قمصان الفرق أيام المباريات لتصبح أول بطول الدوري في بريطانيا تتخذ إجراء مثل ذلك طوعية وذلك لتقليص الدعاية للمقامرة وأضاف البيان يأتي ذلك الإعلان بعد مشاورات مكثفة مع رابطة الدوري والأندية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة كجزء من مراجعة حكومية مستمرة لقوانين المقامرة الحالية وأوضح البيان أيضا تعمل رابطة الدوري الإنجليزي مع باقي الرياضات على تطوير أسلوب جديد للدعاية للمقامرة وتابع البيان من أجل تمكين الأندية في الابتعاد عن شركات القمار في رعاية كومصان الفرق سيبدأ الاتفاق الجماعي على ذلك بنهاية موسم 20-25-20-26 الحقيقة خطوة يمكن من الدوري الإنجليزي خطوة إيجابية جدا أن يحصل ده على الرغم من نهاية بتبقى رعاية كبيرة شايفين إزاي الخطوة دي فكرة أن هم يقلصوا فكرة الإعلانات الخاصة بالقمار على الكومصان خلال المباريات أكيد خطوة إيجابية من الدوري الإنجليز شايفينها إزاي؟ أقولك أدرك الجميع الآن أن المراهنات والقمار تأخذ بالرياضة إلى الحديد وتؤدي إلى التلاعب وبتنشط غسيل الأموال أحسن مجال لغسيل الأموال هو القمار فدي خطوة لتنقية الرياضة وإحنا لما كنا بنقول أن المراهنات بتلقي بزلالها على الأنشطة المحلية ما كانش تكاهنات يا جماعة ما يحدث أحيانا من غرائب في نتائج المباريات وما نشهده من غرابة في القرارات أحيانا هتلاقي وراها وقبلها شركات المراهنات والقمار هي خطوة محترمة لتنقية المجال الرياضي من هذه الشواء ده كلام مهم جدا يا مريم والحياة يمكن الدور الإنجليزي إذا كان خد هذه الخطوة أن تبقى عملية الإعلانات لها ضوابط وليها حدود مش بس أي منتج تجاري أو أي نشاط حتى اقتصادي يكون من شأنه أو من حقه يعلن بدون أي ضوابط كون أنهم يبدأوا يحطوا ضوابط ده زي ما المهندس عادل أشار إحنا أدعى أن ناخد خطوة للأمام الدور المصري لازالت فيه مكاتب في إنجلترا وفي إيطاليا وفي ألمانيا مكاتب ناشطة جدا جدا على الإنترنت بتطرح مراهنات على الدور المصري الدور الممتاز والقسم التاني المشكلة كانت وصلت للدرجة التانية لدرجة أنهم ضبطوا حالة في الفيوم أعتقد كان مركز شباب طومية كان عنده حد متورط في التلاع وفي نتيجة ماتشاط باعتمادا أو ارتباطا بمكاتب مراهنات دولية رغم هذه القضية وخطورتها دوليا حتى الآن الاتحاد المصري عاجز أنه ياخد خطوة يمكن السنة اللي فاتت قالوا أنهم هيبلغوا مباحث الأموال العامة عشان تبدأ تلاحق مثل هذه المكاتب الدولية اللي حط شعار الدور المصري وحط الاسلوجن بتاع الكرة المصرية للاتحاد انزعج ولا حد اعترض فأنا أعتقد الخطوة المهمة من الدور الإنجليزي يريد تنبهنا هنا كمان خطوة مهمة جدا فعلا يجب أن يحتذى بها نكمل بقى بقيت أخبارنا ومن إنجلترا إلى السعودية حيث أعلن نادي الناصر السعودي قالت ألا فرنسي رودي جارسية المدير الفني للفريق بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي وقال الناصر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس قررت إدارة نادي الناصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسية مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع الناصر ومتمنين له التوفيق وأضاف النيدي السعودي قررت إدارة نادي الناصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنيدي الكرواتي دينكو إليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله وتصل التكلفة المالية لقرار إقالة الفرنسي رودي جارسية مدرب فريق الناصر السعودي الأول لكرة القدم إلى نحو 15 مليون ريال حسبما كشفت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية ومن السعودية إلى تونس حيث تأهل التراجي إلى نهائي بطولة كأس تونس وذلك عقب فوزه بنتيجة 3-2 على ضيف الملعب التونسي في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي والعب التراجي في المباراة النهائية مع الأولمبي الباجي والذي تأهل النهائي بعد فوزه على الأفريقي بضربات الترجيح وطبعا ده بنتيجة 3-2 عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي ومن تونس إلى المغرب حيث تأهل فريق الرجاء إلى ربع نهائي كأس العرش على حساب حسنية كدير بركلات الترجيح أيضا بنتيجة 5-3 بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي في ثمن نهائي كأس العرش ومن المقرر أن يحل رجاء ضيفا على الأهلي باستاذ القاهرة يوم 22 من إبريل الجاري في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا محليا بقى النهاردة كمان تم الإعلان عن ملعب ملعب وموعد مباراة السوبر المصري حيث أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن استضافة مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 من مايو المقبل في بطولة السوبر المصري وكان الأهلي طبعا قد طوج بلقب كأس مصري بعد الفوز على بيرمذ بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاذ القاهرة الدولي في نهائي البطولة المحلية وأوضح الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قمة السوبر المصري ستقام في السبعة والنصف مساء يوم 5 من مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد ويشارك الأهلي بوصفه بطل كأس مصري فيما يظهر الزمالك في نهائي كأس السوبر بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022 وكان الأهلي طبعا قد فاز على الزمالك بهدفين نظيفين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في آخر نسخة من كأس السوبر المصري ومن السوبر طبعا إلى بطولة الأهلي المفضلة بطولة الدوري الممتاز حيث يختتم اليوم الأهلي استعداداته لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء غد الجمعة باستاذ القهرة وكان الأهلي قد استقنى في تدريباته أمس بملعب التتش بالجزيرة عقب الفوز على بيرميتس بنتيجة 2-1 والتتويج بكأس مصر المرة الـ 38 في تاريخه وطبعا بيدخل الأهلي اللقاء برصيد 47 نقطة في المركز الثاني من 19 مباراة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر المتصدر مؤقتا برصيد 48 نقطة من 23 مباراة بينما طبعا يحتل فاركو المركز التامن برصيد 32 نقطة من 24 مباراة وكانت المباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة وسجل طبعا صنائية الأهلي وقتها أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وبعد لقاء فاركو سيلعب فريق الأهلي مع سموحة بالدوري يوم 17 من إبريل الجاري طبعا ده بعد كده هيكون ضد منافسه الرجاء البيضاوية المغربي مساء 22 إبريل من الشهر الحالي على ملعب استاد القاهرة وده طبعا بيأتي ضمن ذهاب دور الثمانية من مساب الدوري أبطال إفريقيا وطبعا بقى حابين نطمن جماهير كل النيت الأهلي طبعا على كل حالات المصابين البداية مع رامي ربيعة مدافع الفريق والاتعرض لكدمة قوية في الكتف أثناء مشاركته في مباراة بيرمد بنهاي كأس مصر بدأ طبعا رامي ربيعة في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي حدده الجهاز الطبي لللاعب ربيعة أجرى طبعا أشاعة وفحصات طبية عقب مباراة بيرمد أثبتت إصابته بجزعة في مفصل ألتر قوة بالكتف من المقرر طبعا رامي ربيعة خلال أيام المقبلة أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة للتدريبات الجمعية مرة أخرى ومن رامي ربيعة طبعا لعمر السولية لاعب وسط الفريق والاتعرض أيضا لكدمة قوية في العضل الأمامية في نهي كأس مصر واكتفى بأداء جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجم ده طبعا كان على هامش المران الجماعي للفريق والذي أقيم مساء في وقت متأخر أمس على ملعب التتش بالجزيرة السولية طبعا بدأ فيه تنفيذ برنامجه التأهيلي بجلسة في الجم وتدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة بينما اكتفى بقى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل منفردة في الجم وده طبعا على هامش المران الجماعي للفريق والذي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة محمد عبد المنعم خضع لفحص طبي أثبت إصابته في العضلة الأمامية واللاعب بدأ تدريبات التأهيل وذلك طبعا بيأتي في إطار البرنامج الطبي المحدد له للتخلص من الإصابة بينما وصل أحمد عبد القادر لاعب بوسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي بسبب إصابته في العضلة الخلفية وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن عبد القادر قطع شوت كبير جدا من التأهيل وهناك تحسن ملحوظ وكبير في حالة اللاعب وغيب برسي تاو لعب الفريق عن المشاركة في التدريبات الجمعية للفريق واللي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بيأ الجزيرة وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن تاو غيب عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد وطبعا فضل الجهاز الطبي والفني منح اللاعب راحة من التدريبات لسا مكاملين مع أخبار فريقنا الفريق الأول لكرة القدم حيث احتفلت الصفحة الرسمية لبطلطي دوري أبطال أفريقيا وأيضا الكنفدرالية التبع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بعيد ميلاد محمود عبد المنعم كهرابة لاعب النازي الأهلي ونشرت طبعا الصفحة عبر حسابها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لأهداف كهرابة واللي سجلهم في النسخة الحالية من دوري الأبطال وكتبت اتنين دوري أبطال أفريقيا وبطولة واحدة كونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي نتمنى عيد ميلاد سعيد لمحمود كهرابة نجم الأهلي ومن أخبار فريق كرة القدم لأخبار فريق كرة اليد حيث يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بن نازي الأهلي مباراة أهمة جدا اليوم عندما يلتقي مع نظره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس نصر ومن المقرر أن تنطلق المباراة يمكن خلاص في أقل من نصف ساعة هتقام تحديدا في تمام الساعة الحدية عشر مساء وتقام على صالة الألعاب بأكتوبر واستعد لها الفريق بشكل قوي جدا خلال التدريبات الأخيرة ويعقد طبعا ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة لللاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لعب وخلال اللقاء طبعا يعني هيكون أو هتم التركيز أن ده يكون خلال اللقاء لظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي ده طبعا بعد ما كان الفريق قد نجح في الفوز بلقب الدوري بعد أن تغلب على الزمالك في ختام منافسات الدورة المجمعة لنهائي البطولة دي كانت كل أخبارنا النهاردة ونرجو النهاية كانت تكون وجبة دسمة لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل ما كانوا نتمنى في النهاية أكيد يعني أن يكون جود لك إن شاء الله لفريق اليد بالنادي الأهلي وأن يستكمل سلسلة البطولات بعد حصوله على الدوري إن شاء الله النهاردة يرفع رأسنا ويحصل على الكاس ويكون بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي في أكيد الألعاب المختلفة بذكركم جدا شكرا جدا وحيقول لنا يا أستاذ إبراهيم تعليق على بعض الأخبار دي مع ديوفنا بإذن الله لأن في أخبار منها تستحق التأمل والتوقف